أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشيربيني عن استعداد الوزارة حاليا لترحي 70 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين وخلال مؤتمر الصحفين للإعلان عن خطة الوزارة الفترة المقبلة أضاف شيربيني أنه سيتم تخصيص 60 ألف وحدة سكنية لمحور الإسكان المنخفض فيما سيتم تخصيص 10 ألف وحدة لمحور الإسكان المتوسط هي مشروع سكن كل المصريين دولة المصرية الحقيقة وفي دوق توجهات فخمت الرئيس بتوليه اهتمام كبير جدا وحجم الإنجاز اللي اتعامل من عام 2014 حتى الآن الحقيقة حجم عمل كبير جدا وضخم وده يمكن أهل هيئة المجتمعات في وقت ملاقات أنها تاخد جايزة عالمية على هذا المشروع الحقيقة لأنه فعلا مشروع مميز وتجربة فريدة يمكن على مستوى العالم كله ما تقررتش الحقيقة بنفس الحجم ده وبنفس الكيفية وإحنا في الإطار ده إحنا حرصين كوزارة الإسكان أن إحنا نستكمل ونبني على ما تم من جهود عظيمة طبعا وإحنا دلوقتي بنجهز لإعلان جديد هيبقى فيه حوالي 70 ألف وحدة سكنية 60 ألف منها وحدات منخفض التكاليف حاركوا عارفين طبعا أن سكن كل المصريين عبارة عن محورين محور منخفض ومحور متوسط إحنا هننزل 60 ألف وحدة إن شاء الله تعالى للمنخفض و10 ألف للمتوسط ترجمة نانسي قنقر